السلام عليكم شباب تانية سنة ومعاكم مستر محمد مجد احنا النهاردة في الامتحان الرابع من امتحانات الميكانيكس نبدأ نشوف كده اول سؤال معنا انا اول حاجة هنا ادم قال لي الفور ديريكشن يبقى اول حاجة بعملها بروح جاي راسم الفور ديريكشنز بتوعي طيب ادي الاست و ادي الاست و ادي النورس و ادي الساوز طيب هو بيقول لي ايه بيقول لي ان الفايف روت سري دي اكت فين في السيرتي است اوف نورس ادي الاست و ادي النورس يبقى هي ما بينهم طيب هو قال لي سيرتي است اوف نورس اخر حاجة قالها كانت النورس يبقى السيرتي دي ما بين الفورس والنورس يبقى دي كده فايف روت سري بقى احنا ليه حطينا السيرتي في الشكل ده حطيناها جنب النورس لان اخر حاجة قالها كانت النورس طيب بعدين قال إن الفورس دي حصل لها Resolve طيب رسولف دي لتو بر بنديكلر كومبوننت لتو بر بنديكلر كومبوننت يعني واحدة هيبقى في اتجاه الاست واحدة هيبقى في اتجاه النورس طيب أدام دي سيرتي تبقى دي كام طيب أنا عايز إلي في اتجاه أنا عايز إلي في الاتجاه الاست يبقى الإف وان هتبقى عبارة عن من أدي فايف روت سري آر كوزين سكستي آر كوزين سكستي طيب لو حد كان عايز اكتبها R sine 30 كانت هتبقى صح 5 root 3 cosine 60 اللي هتطلع كام؟ اللي هتطلع 5 root 3 over 2 اللي هي letter C يقول لك When the two forces F 608 newton are perpendicular Then the sign of the inclination of the resultant with the first force Equal كام؟ طيب هما the two forces هنا perpendicular طيب يا مستر بص انا مش حافظ rules فانا عايز ايه انا حافظ rules الاساسية ومش عايز استخدم special case طيب اول حاجة بس احنا نقسمها نصينكة هنا استخدم rule الاساسية وهنا استخدم special case طيب يا مستر هو عايز sign لا انا ما عايز اجيب sign انا الاول هجيب tan c1 اه مش الانجل ما بين first force والresultant باسمها c1 الرول اللي عندي اسمها tan c1 طيب تبقى عبارة عن مين تبقى عبارة عن F2 sine alpha over F1 F1 F2 cosine alpha plus F1 طيب جميل جدا من F2 ال8 يبقى 8 sine 90 مش الانجل between the two forces 90 اه ودي 8 cosine 90 plus الF1 اللي هي كام؟ اللي هي 6 فالانسر هديني 8 over 6 اللي هي بكام؟ اللي هي ب4 over 3 يا مستر طب ما انا عندي؟ التان هدي دي سيتا 1 التان ليها 4 over 3 يعني opposite over adjacent طيب يبقى الhybotones بكام؟ الhybotones ب5 طيب انت ليه بتعمل كده مستر؟ لانا انا عايز اجيب sign c1 طيب مين هي sign c1؟ opposite over hypotenus يعني 4 over 5 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter B طيب يا مستر لو انا بقى كنت حافظ الرولز ما انا لو عندي two forces ادامة two forces perpendicular يبقى tan c1 بتبعبار عن مين؟ بتبعبار عن F2 over F1 على طول ادامة two forces perpendicular بتبقى tan c1 عبارة عن F2 over F1 اصلا هي منطقة كده ما هي sine 90 ب1 وكوزين 90 ب0 فده كده هي تشال وده هي بقى ب1 فعلى طول توباقية over 6 اللي هي كام 4 over 3 خلاص ادام معي التان اقدر اجيب sign بنفس الطريقة يبقى الانسر 4 over 5 three forces are equal in magnitude and meeting at a point are in equilibrium three forces equilibrium والثلاثة equal في المagnitude then the measure of the angle between any two forces ادامة ثلاثة equal في المagnitude ادامة ثلاثة equal في المagnitude وحصل ما بينهم equilibrium يبقى three forces هما كمان are equal يعني 360 divided by 3 فتديني كل واحدة بكام تديني كل واحدة ب120 يبقى الانجل لتر الانجل ب120 اللي هي لتر b لو انا عندي الف 1 عبارة عن five i minus three j وعند الف 2 عبارة عن seven i plus two j وعند الف 3 عبارة عن two i plus j عايز اجيب الار بكام طوله بس هما مبدئيا كده الارضي عبارة عن مين الارضي عبارة عن f1 plus f2 plus f3 طيب يا مستر يبقى انا كده المفروض ايه بص بقى حبيبي انا بحب اشتغل اشتغلها الصراحة كارتزيان فون يعني دي كده عندي في الكارتزيان فون بيبقى اسمائها 5 و negative 3 ودي كده عندي بيبقى اسمائها كام negative 7 و 2 ودي عندي في الكارتزيان فون بيبقى اسمائها 2 و 1 طيب بعدين اعمل للإكسات بلاس بعض وعمل للوي بلاس بعض أدي 5-7 plus 2 ودي negative 3 plus 2 plus 1 أدي 5-7 plus 2 ديتني 0 ودي 2 plus 1 plus 3 minus 3 ديتني 0 يبقى الأنصر عبارة عن A 0 اللي هي letter D number 4 A vertical force of magnitude 75 أنا عندي vertical force أدي دي كده 75 is resolved into two components one of them is horizontal اتفكت ل two forces واحدة اسمها F1 horizontal واحدة اسمها F2 أهي جميل جدا يا مستر عايز أجيب F2 بكام قطوله بص يا حبيبي دي كده vertical وده horizontal فأي line vertical مع أي line horizontal بيعملولي angle 90 فالangle دي كده 60 طيب ما ده line vertical وline horizontal يبقى دي كده 90 طب أنا عندي رول هنا بتقولي إيه F1 بتاخد اللي عكسها اللي هي sign 60 equal F2 بتاخد اللي عكسها sign 90 equal R اللي هي 75 over sign sum طب مين هنا السم ما بينهم 60 plus 90 اللي هي كام اللي هي 100 and 50 اللي هي 100 and 50 طب أنا عايز الF2 أعمل يبقى الF2 عبارة عن 75 time sign 90 لاب 1 over sign 150 يبقى 75 over sign 150 يددني 150 اللي هي letter مين اللي هي letter C the resultant of the system of forces عايزيني جيب الresultant بتاعت السيستم بتاع الفورس دي طيب يا مستر دا الموضوع سهلا احنا أول حاجة هنا هنروح رايحين عاملين إيه هنروح رايحين مطلعين كل force والأنجل اللي بادئ بيها مع البوسط في ديريكشن وفي الأكس أكسل يعني الفورس الأولانية اللي اسمها إيه 10 root 2 طيب دي عامل أنجل كام مع البوسط في ديريكشن وفي الأكسل شايف اللي سويت ده لأنا بحسب كل force مع الأنجل بتاعه طيب دي كده عامل يا مستر 45 جميل جدا طيب عايزيني شوف التن التن عامل أنجل كام يا مستر ده بص من هنا لهنا 90 وعندي دي 30 يبقى كلها 120 ماشي طيب دي كده يا مستر من هنا لهنا 180 ودي 60 يبقى 240 يبقى التاني التاني عاملة 240 طيب دي بقى يا مستر بص يا حبيبي انسح لي بس دي كده بص بقى يا أستاذ هو عامل أن العلامة دي 90 وعمل الحتة دي 45 تبقى دي كمان كام 45 تبقى دي كمان كام 45 يبقى المسافة من هنا لهنا كام بص يا معلم من هنا لهنا 270 270 plus 45 بديتني 350 يبقى التن روت 2 مع كام 350 طيب يا مستر احنا عايزين ايه تاني عايزين بقى نطلع الريزولتانت معنا عشان هطلع الريزولتانت محتاج هطلع اكس وي ادي الاكس 10 روت 2 كوزين 45 plus 10 كوزين 120 plus 10 كوزين 240 plus 10 10 روت 2 كوزين 350 اه دي الواي نفس الكلام بالزبط 10 روت 2 سين 45 10 سين 120 10 سين 240 10 روت 2 سين 300 150 نحسب نحسب الاكس على الكالكليتور ونحسب الواي الاكس طلعت لب 10 والواي طلعت لب 0 والواي طلعت لب 0 طب انا عايز الار طب الار عبارة عن ايه سكوير روت لأكس بار 2 بلاس y بار 2 يعني سكوير روت لتن بار 2 بلاس 0 بار 2 اللي هي equal cam طبعا اللي هي equal 10 letter c if the body is in equilibrium under acting of the showing forces then measure angle theta equal cam طيب اول حاجة بس كده انا عندي دي theta وعندي ده body البادي ده عشان يحصل له حالة الاكوريبيم دي كان فيه reaction وكان فيه force بتشده لفوق اسمها half weight وكان فيه force وطبعا weight effect downwards طيب احنا اتفقنا لو الانجل دي theta هتوبعى الانجل دي كام هتوبعى الانجل دي 90 minus theta طيب تعالى كده نشوف انا كده هارف اطلع الانجل ولا لأ الweight وصاده ايه وصاده الانجل between half weight والr اللي هي sine 90 طيب الhalf weight الhalf weight وصاده مين وصاده المسافة دي طب المسافة دي اسمها ايه اسمها 90 plus 90 minus theta يعني sine 180 minus theta طيب دول يا مستر كفاية اني خلينا اجيب ال sine اه تعالى نعمل cross multiplication طيب اول حاجة بس كده الاول بص انا هسيب المسألة زي ما هي اهيه عشان بس احسب ال ايه sine 180 minus دي طيب هي 180 minus موجودة في ايه ايه في second quad طب ال sine boosted ولا ايه 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 بصد بصد طب 180 بتعمل حاجة في sine لا دي طيب امتعملش حاجة يبقى الانسر هنا ادى sine مين ادى sine سيتا نعمل تبقى sine سيتا مين الاتنين والقصاد بعض half weight time one يعني يبقى half weight over الاقصاد السين سيتا اللي هو الweight الweight هيتير مع الweight يبقى اله يبقى sine سيتا equal half يبقى measure angle سيتا shift sine half اللي هي طلعت لكام اللي هي طلعت لي سورتي يبقى الانجل ديب كام يبقى الانجل ديب سيرتي اللي هي letter two forces of magnitude five f of two f and the zero resultant is seven f then the measure of angle between them طبعا two forces واحدة سماعة five f واحدة سماعة five f انا مش محتاج اعمل steps واحدة five واحدة two والsum بتاعهم seven f طب خلاص طب كده الresultant add the sum between two forces يعني add the five f plus two f طب دي كده any case ده كده maximum دول كده maximum تاني وعاشر ورابع لان احنا في الامتحان الرابع ده معناها ان احنا ايه يعني ممكن وارد كل امتحان يبقى فيه السؤال ده لو add the sum يبقى الانجل zero ليه two forces عندهم نفس ال direction وبيشدوا في نفس الاتجاه فبالتالي دي اسمها maximum فالانجل between two forces بتبقى zero طيب لو هي تلعت minimum يعني five f minus two f ده في الوقت ده معناها ان two forces واحدة في الاتجاه ده واحدة في الاتجاه ده الاتنين opposite direction طيب الانجل ما بينهم بتبقى كام الانجل ما بينهم بتبقى 180 طيب لو resultant add five f bar two resultant bar two add five f bar two plus two f bar two يعني twenty five four يعني between nine f bar two لو r add square root twenty nine f طيب ده كده معناها ايه يعني الار bar two add the sum بتاع الاتنين التانين bar two ده معناها ان الانجل between two forces perpendicular يعني الtwo forces هتبقى الانجل ما بينهم كام الانجل ما بينهم هتبقى 90 طيب بنرجع للكيس بتاعتنا five f two f السم بتاعهم seven f ده معناها ان هي ماكسمم يبقى الالفة هتبقى بزيرو الالفة هتبقى بزيرو اللي هي letter d if the result of the two forces of the two perpendicular forces inclined to the greatest one ميلة على الكبيرة by an angle theta then which of the following value is citable the value of theta طيب هم two perpendicular forces هم two perpendicular forces تمام بيقول لي بقى الresultant ميلة على الكبيرة هتبقى ميلة كبيرة بأنه angle بأصغر angle لان كل ما الفورس ما بتكبر كل ما الresultant بتقرب منها اكتر يعني لو عندي two forces دايما الresultant بتبقى ميلة على الكبيرة بتبقى ميلة على الكبيرة طيب الكبيرة دي معناها ان الانجل ما بينها هتبقى كام هتبقى أصغر هتبقى الإجابة الصح بس احنا هنا بنتكلم فيه في اصغر angle اللي هي ten the resultant of the forces ten root two ten root two twenty in the direction بقى انا عايز اجيب ال direction بتاع resultant طيب ال direction بتاع resultant طيب مستر بوس خلينا نشتغل في الحاجة العادية اللي ما فيش حد مش هيبقى فاهمها الحاجة العادية اللي ما فيش حد طيب التانية اسمها ten root two عاملة angle ninety التالتة اسمها twenty وعملة angle ninety والاتنين دول قد بعض يعني forty five يعني ninety plus forty five ninety plus forty five اللي هي one hundred thirty five ممكن الطريقة ديتو بقى اطول بس هي اضمن واحدة ان الكل هي بفاهمها واحنا ما عندناش وقت الوقت فكرة ايه هلنقض نشوف حاجة تانية ادي ten root two كوزين zero plus ten root two كوزين ninety plus twenty كوزين one hundred thirty five طيب وال وال y ال y هتبقى نفس الكلام بس بال ايه بال sign sign zero plus ten root two sign ninety plus twenty sign one hundred thirty five طيب ال x ثلاث بزيرو وال y ثلاث بكام وال y ثلاث ب twenty twenty root two طيب يا مستر طيب احنا عايزين direction طيب ال direction ده ببعبار عن ايه ten سيد يعني y over x يعني y over x يعني twenty root two over zero يعني ده معنى ايه ده معنى ان هي undefined طيب التان امتا وتبقى undefined لما الانجل سيتا دي تبقى يبقى الانجل دي عاملة مع ال بوسط في ال x axis angle 90 يبقى ال resultant افكت افكت اتن نوس اللي هي letter b a b c a e f is regular hexagon طبعا السؤال ده احنا حلناه في امتحان تاني قبل كده وانا حلته بالطريقتين في الامتحان التاني والسنة النهاردة دلوقتي هحلو بطريقة واحدة اللي هي الطريقة العادية المنطقية اللي مفيش حد بتلغبط فيها لازم تبقى عارفها لان وارد جدا سؤال زي داي موجود في اي متحان مقالي طيب forces of magnitude 15 five root three five root three 15 act long ab c a c a e a احنا اتفقنا ان كبلينا دول لازم d ea و d a و d af طيب هما بدأين كده انا لازم اخلي دول كده يعني ده كده ده 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 الففتين طيب الففتين دي عاملة انجل كام الففتين دي عاملة انجل zero طيب شايف هي اي انجل ما بينها وما بين الانجل ما بين بتبقى سرتي طيب انا روح تراح ما ايه مادد دي هنا نقلت دي هنا طيب يعني ده كده بص ده كده و ده كده يبادي كام يبادي سرتي يبادي كام يبادي سكستي طيب دي كانت نزلة التحت فانا نزلتها التحت و دي بقت طيب ودي ده الففتين طيب احنا اتفقنا ان الانجل دي هتبقى كام ان الانجل دي هتبقى سرتي طيب يبادي عندي الففتين والزيرو و عندي مين تاني عندي الففتين التانية يا مستر فيه وفايف روت سري لا ما دول اتنقل وواحدة هنا وواحدة هنا دي كلها لبعد كان من هنا الهين ومن هنا الهين سرتي يبقى الففتين دي هتبقى وانهندرد توينتي طيب الفايف روت سري ادي سكستي وانهندرد ايتي يبقى فايف روت سري وسكستي وانهندرد ايتي سكستي وانهندرد ايتي اللي هي تو هندرد فورتي اللي هي تو هندرد اند فورتي طيب الفايف روت سري التالتة الرابعة الفورصة الرابعة او عاملة الانجل دي كلها اللي هي تو هندرد سبنتي اللي هي تو هندرد اند سبنتي طيب طيب أنا عندي ال-x وعندي ال-y مين ال-x أدي 15 قوزين 0 plus 15 قوزين 120 plus 5 root 3 قوزين 240 plus 5 root 3 قوزين 270 طيب أدي 15 سين 0 أدي 15 سين 120 أدي 5 root 3 5 root 3 طيب إحنا عارفين الإجابة على فكرة إحنا من قبل ما نحله إحنا عارفين إجابة السؤال ده كامل إنه هو اتكرر فعلا ده هنا بزيرو ده هنا بزيرو فتبقى الر هتبقى equal كام فتبقى الر هتبقى زيرو لتر دي طبعا نحللته بطريقة تانية في الامتحان التاني اللي محتاجه ممكن يرجع له في الامتحان اللي قبله if three forces meeting at a point and acting up upon a particle are in equilibrium then the magnitude of each force لو أنا عندي three forces عاملين effect على particle وequilibrium then the magnitude بتاعت كله واحدة المagnitude بتاعت كله force proportional يعني عاملة proportional معمين space of the included angle between the two the two others other forces بربورش الفورس الفورس الF1 بتبقى proportional معمين مع sine theta 1 الف2 بتبقى معمين sine theta 2 الف3 بتبقى معمين مع sine theta 3 للتر بي the issue between the lateral surface area of the triangular for regular faces طبعا triangular regular faces دي هو عنده كم face عنده four faces three lateral والbase طيب كل واحد منهم بيبقى على شكل equilateral triangle كل واحد منهم بيبقى على شكل equilateral triangle أنا عايز أجيب ratio between lateral surface يعني three يبقى أنا هجيب area بتاعت three faces يبقى أنا معي three من area بتاعت three faces يعني من area of one face يعني three time area of one face لأن area بتاعت الفيس الواحد على شكل equilateral triangle والاربع قد بعض طيب and the total surface area طيب يعني أنا هنا عملت three من area of one face وهنا four طيب area of one face يبرشه كام three to four اللي هي letter c three to four اللي هي letter c the radius length of the base of right circular cone five يعني الradius كان five and the total area 90 by total surface area 90 by عايزين الفوليوم من هو الفوليوم one over three area of base time height يبقى one over three by r square h يبقى أنا عايز r و h طيب أنا عشان أجيب ال h محتاج ال l يبقى محتاج عوض في رول التوتل عشان أجيب ال l وعن طريق ال l إنه بيعمل right angle triangle مع ال radius وال height طيب من التوتل lateral plus area of base من اللاترال by l r من ال area of base by r square الكلام من التوتل 90 by ال by نخب من هنا by common فهيتبقى لي l r l r ب five يبقى five five l plus خدنا ال by برة يتبقى لي هنا 4 ورتول اللي هي five يعني twenty five equal ninety by ال by هتطير مع ال by يبقى تبقى لي five l plus twenty five equal ninety twenty five تروح السايدة تاني تبقى minus يبقى ninety minus twenty five تدتني sixty five يبقى five l equal sixty five يبقى l equal sixty five divided by five اللي هي equal كام سيرتين إحنا عارفين إن في ال right circular cone بيبقى عندي right angle triangle في الدروور والهيط والريديس طيب يبقى نعايز الهيط هيبقى side في right angle triangle الهيبوتنس بتاعه الدروور اللي هو بكام بسيرتين minus لأنه ده side طيب أدام minus سيرتين بور تو minus الريديس بكام الريديس بفايف يبقى five بور تو سكوير روت لسيرتين بور تو مينس five بور تو اللي هي equal 12 سنتيمتر طيب ما إحنا عايزين volume one over three by r square h يبقى one over three time الby هو الإجابات كلها فيها boy يبقى ناسبها time five بور تول اللي هي ب twenty five time الهيط اللي هو ب twelve يبقى one over three time twenty five time twelve اللي هي الدتني one hundred boy اللي هي الدتني one hundred boy سنتيمتر كيوب اللي هي لتر سي برضو the general form of the equation of the circle which is the center negative two five and passes through point three two طيب ما إحنا لازم نحط رول كده في دماغنا إن أنا لو عايز أجيب general form لأي equation بتاعت السيركل لازم يبقى معي center لازم يبقى معي radius عشان عارف أجيب c طيب هو قال لي هنا إن السيركل دي center بتاعها كان كام negative two five وعدت من point اسمها سري وطو طيب تمام يا مستر يعني distance between two point دي قد مين قد ال radius طيب يعني أنا نقدر أجيب radius طلو أ طبعا بس الأول هنا عايزين بس نطلع برضو من ال l و k ال l بنعمل change لل sign لل negative two فهتبقى two وال k هنعمل change لل sign لل five فهتبقى negative five ال radius هي بعبارة عن square root لمين لل negative two minus three power two ال x1 minus x2 power two plus y1 minus y2 power two الدتني root 34 جميل جدا طبعا أنا عايز c هدي l bar two plus k power two minus radius bar two يعني two bar two plus negative five bar two minus root 34 bar two لقيت الأنسر داني كامل لقيت الأنسر داني negative five طيب جميل جدا هدي x bar two هنكتب الرول بقى plus y bar two plus two l x plus two ky plus c equal zero يبقى x bar two plus y bar two ال l بتو يبقى two time two four x plus ال m الكي بنيجاتب five يبقى two time negative five بنيجاتب ten هدي negative ten y السي بنيجاتب five يبقى minus five equal zero اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي زبلين a a dash b dash هدي a وادل a dash وادل b dash طبعا احنا نتفعل ما فيش بنيجاتبين بيتسمى بسري يعني هو لما يجي يتكلم على سري بنيجاتبين يبقى بيتكلم على البلين ده اللي هو اسمه a a dash b dash b وده طبعا مكمل لفوق ومكمل لتحت ومكمل يمين ومكمل شمال intersect مع a dash ده a dash ماشي c بين c اه تحت a dash c ودي c dash اه طبعا زي ما احنا متفقين برضو ان ما فيش بلين هيبقى بالايه هيبقى بالسلي لترز دول يعني ما فيش بلين بينتعي هنا لأ ده هو هيكمل 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 لحد ما يعدي من هنا يعني احنا بنتكلم على البلين ده اللي هو من الاخر كده قاطع قاطع الايه الكيوبيد اللي صاري ده كيوبيد قاطع الكيوبيد بالدياجونال كده قاطع الكيوبيد بالدياجونال كده طب ده فين الانترسكشن ما بينهم a a dash a a dash انت لو قدامك الكتاب دلوقتي هون انت لو قدامك الكتاب طيب زي شكل كيوبيد جيت قطعته بالدياجونال هيتقابل فين هيتقابل في a a dash هيتقابل في a a dash زي equation بتاعت الماتريكس x y و 8 و x y و negative 2 دي دي رو ماتريكس و دي كولم ماتريكس الانسر بتاعها كان 0 طيب زين زى ديامتر طيب تعال نعمل بس بطايم ده احنا نقرأ بنعمل x time x بx bar 2 y يعني plus y bar 2 a time negative 2 negative 16 الكلام ده equal 0 نودي النيجة في 16 السايد الثاني يبقى x bar 2 plus y bar 2 equal 16 تبدأ ان يفورم ده الستاندر فورم يعني radius bar 2 equal 16 يبقى radius square root لل16 يبقى radius before طيب الديامتر ادد 2 r يعني 2 time 4 اللي هي equal كام 8 length unit اللي هي liter d the least number of planes can determine solid كام عدد planes اقل number من planes اللي يعملولي solid 4 planes 4 planes اللي هم بيعملولي ايه بيعملولي triangular pyramid بيبقى عنده 3 faces وعنده ايه وعنده 1 piece the center of the circle x bar 2 plus y bar 2 minus 6x plus 8y equal 0 is the point عشان اجيب center ومعي general form بعمل x divided by negative 2 ولl y divided by negative 2 يبقى center عبارة عن 3 و negative 4 3 و negative 4 اللي هي liter من اللي هي liter ا n three points non collinear identify one plane اي three points non collinear بيعملوا ايه بيعملوا plane one plane the opposite figure represents a regular quadrilateral pyramid جميل its height h the relation between x y and h is the regular quadrilateral pyramid the regular quadrilateral pyramid base ismaha side length x x will slant height y will height h طيب بص يا mister انا هرسم ana regular quadrilateral pyramid هتو بقدمين الهيبوتنز بار 2 بيبقدمين 2 sides التانين بار 2 يعني H بار 2 plus X over 2 all بار 2 اللي هي letter مين اللي هي letter C دي كده relation اللي بتربط الheight بالslant height بهاف الbase بهاف السايد لنز A body of weight 15 newton is placed on a smooth plane inclined to the horizontal by an angle of measure 30 and keep an equilibrium by a horizontal force عشان يفضل ثابت اتعمل عليه effect by horizontal force F newton find the magnitude of this force and the reaction of the plane on the body طيب مبدئين بس كده أنا هنا عندي ايه شايف ده كده البادي اه ده مين ده البلين وعليه body طيب البلين ده مايل على الhorizontal بانجل كام بانجل سيت طيب اول حاجة البادي ده الweight effect downwards ده ده الweight اللي هو بكام اللي هو بإيتي الرياكشن effect upwards طيب البادي ده علشان يثبت ايه اللي حصل حصل ان فيه force جات horizontally طيب horizontally دي معناها ان هي برر اللي تحت طيب الانجل دي بس معلش كانت بكام الانجل دي هم الدهالي 30 طيب وده اتين وده الif يا مستر دي سهلة جدا حضرتك اي لان ده horizontal فعدم ده horizontal يبقى برر الhorizontal اللي تحت يبقى دي 30 طيب ما دي 90 ودي 30 توبقى دي كام 60 طيب ما خلاص يا مستر ما دي 90 ودي 90 ودي 90 انا قدر استخدم لامس rule طيب اقول له هنا كده using لامس rule هيبقى عبارة عن ايه 18 اللي هي الويت فين الانجل اللي قصاد الاتين اللي هي ما بين الار والاس 90 و 30 اللي هي 120 يبقى اتين اوبر ساين 120 ايقوى للار ادي الار فين اللي قصاد هو 90 يبقى دي ساين 90 ايقوى للأف من اللي قصاد ها 90 و 60 اللي هي ساين 150 طيب ما انا كنت عايز مين عايز الرياكشن وعايز الفورس يبقى كروس مالتابلكاشن يبقى الار ايقوى الاتين طيب ساين 90 اللي هي بون اوبر ساين 120 اللي هي تطلع 12 روت 3 نيوتن طيب الاف كروس مالتابلكاشن ادي 18 طيب ساين 150 اوبر ساين 120 اللي هي تطلع كام اللي هي تطلع 6 روت 3 نيوتن write the equation of the circle which touch the x axis at the point negative 2 0 and the intercepts from the positive part of the y axis accord of lense 4 روت 3 lense يم طيب ادي اول حاجة ودي circle circle دي عمل touch ال point اسمها negative 2 ودي ده center بتاعي لو اسمه m ودي ده cord cord ده اللي انسي بتاعه كام cord ده اللي انسي بتاعه روت 2 طيب دي كده اسمها ايه في المسل دي كده ال يعني لما لما نرسم ال ال m ال point دي بتاعه مالها دي بتاعه بيربنديكلر طيب ليه mister هو line segment لما ينزل بيربنديكلر بيعمل في ايه بيعمل في بايسكت يعني دي كده ب2 روت 2 دي ب2 روت 2 ودي ب2 روت 2 طيب يا mister المسافة اللي هو مشيها من هنا الهين دي بكام بني المسافة ما فيش يا mister طيب يبقى ريديس بكام بص بقى استاذ لا انا مش فاهم ليه يا mister db 2 اقول لحضرتك ده center وده كده كده اعمل المسافة من هنا الهين ب2 طيب المسافة من هنا الهين بردو بكام ب2 بردو طيب يبقى المسافة دي كده دي المسافة لحد ال point اللي هو ما بين y axis وال center هتبقى المسافة ما بين ال origin وال point negative 2 يعني المسافة دي بتو طيب يا mister تم ده 90 اه قلتوله بص بقى انا هسمي ال point dd وسامي ده a db يبقى انا اقدر اجيب am اللي هو عبر عن a هيبقى عبر عن square root هو عامل right angle triangle هو الhypotence فيه بتبقى two power two plus two root two power two ليه تداني كام two root three انا هاد عملا اقول two root two لا هي root three two root three power two اللي هي الدتني كام اللي هي الدتني يعني المسافة دي before units طيب يا مستر مش داري ديس يعني دي المسافة اللي مش هنالها في ال y axis يعني دي كمان بكام يعني دي يبقى ال point m دي هتبقى بكام هتبقى يا مستر انا لحد دلوقتي مش فاهم ليد بص يا حبيبي ده و على على فلازم هيبقى في نفس في نفس بتاع طيب المسافة بقى اللي انا مشتها من لحد دي بتو بقى ايه دي بتو بقى ال اللي انا مشته هنا ماهو مشته هنا الهنا دي يبقى من هنا الهنا ده طيب يبقى اللي انا مشته في طيب يا مستر انا عايز اكتبها بالايه هو ما حدد ليش على فكر شكل الاكواجن فانا ممكن اروح رايح ايهل كده هتبقى عبارة عن ايه هتبقى عبارة اكس وروح اعمل تشينج لالساين مع هول سنتر بالنجتف تو فور اعمل تشينج للساين للسنتر يعني بلاس تو بار تو بلاس واي مينس فور بار تو يعني سكستين واحد تاني يقول لي ايه لا مستر انا هكتبها جنرال فون فولتوله يبقى انت لازم يبقى معك السي طب السي دي عبارة من L بار تو بلاس ك بار تو مينس ريديس بار تو طيب من ال بتعمل تشينج للساين للام يعني تو من الك بتعمل تشينج للساين للفور يعني نيجتف فور من الريديس بفور يبقى تو بار تو بلاس فور بار تو بلاس واي بار تو بلاس 2 ال اكس بلاس 2 ك واي بلاس سي اكوال زيرو يعني اكس بار تو بلاس واي بار تو يعني فور اكس تو تايم نيجتف فور بنيجتف ايت يعني نيجتف ايت واي بلاس فور اكوال زيرو في حد كان يقول لها مش انت طلقت الستاندر طبعنا ممكن تو تايم الاول تايم التاني بفور اكس بلاس الاولان بار تو بواي بار تايم بار تو ببست في سي تايم الاول تايم التاني بنيجتف ايت واي ندخل السي جوه تبقى نيجتف سي سي ده يروح معificación نرتب ادي اكس بار تو بلاس الواي بار تو بلاس فور اكس مين heures 8Y plus 4 equal 0. التلات طرق صح. اللي انت فاهمه. اللي انت متعود عليه حل بيه. فيش اي مشكلة في اي واحدة من التلاتة. The opposite figure represents the force 16 with 16 with 12 root 2 newton. Act in the square ABCD. وكانت AB acts in the directions. AB and AD and C A. Respectively find the magnitude find the magnitude and the direction of the resultant. طيب اول حاجة كده كلهم طالعين من ال point A فاحنا هنعمل A. يا مستر ده مش كلهم بس استنى بس انا عارف خط بالي. هو LCA فيش مشكلة. طيب ادي ده كده ال two directions بتوعين. ادي ال A ماشي هنا ب 16 واد ال AD ماشي هنا ب 16 طيب مستر هما ال diagonal بيعمل ايه في ال angle في ال square بيعمل يعني ال angle دي كام 45 ودي كمان كام 45. طيب مستر ما نكمل ده كده قدام. فتبقى دي ودي كام 45 برضو. ودي كام 45 برضو. خلاص ما فيش مشكلة. يبقى انا عندي يبقى انا كده اول حاجة كده وانا بيحلها روح رايح عيله ايه? little A B. شايف ال A B ده? هيبقى ماله? هيبقى طبعا عشان السؤال المقالي لازم نعمل الكلام ده. IN THE DIRECTION OFF O X. اقوله ان بدايتي من عند A O. طب بعدين قلت له اطلع بقى الثري فورسس. add 16 معها angle كام معها angle 0 مع O X. طيب السكستين التانية معها angle كام معها angle 90 مع O X. طيب يا مستر 12 يا حبيبي لا 12 انا نقلتها هنا. add 12 root 2 عاملة angle كام من هنا الهين 180 وزودنا عليهم 45 180 plus 45 اللي هي 225 يبقى ال X عبارة عن سكستين كوزين 0 plus سكستين كوزين 90 plus 12 root 2 كوزين 225 اللي هي الدتني 4 طب ال Y سكستين ساين 0 سكستين ساين 90 12 root 2 ساين 225 اللي هي الدتني كام اللي هي الدتني 4 طيب يبقى ال R بتاعتي هي عبارة عن 4 في اتجاه ال I و 4 في اتجاه ال J ممكن اكتبها 4 و 4 بالكارتزيان 4 طيب انا عايز اجيب السيتا بصف بصف يبقى السيتا بيلونج المين فرزت كوعد لمستراش فاهم الحتة دي بص يا حبيبي انا دايما انو انا بجيب الديركشة لازم اتأكد من الكوعد الاول لو هي بصف بصف يبقى فرزت كوعد نيجاتف بصف ساكنerst كوعد نيجاتف سايرد كوعد بص فرزت كوعد أض Larg يفرق معي في ايه لو هي لو هي فرزت كوعد يبقى بعمل شفت تان على طول يديني الانسر طيب لو هي ساكند كوعد 180 минus شفت تان يديني الانسر طيب لو هي سايرد كوعد 180 plus شفت تان يديني الانسر طيب لو هي فورس كواد سري هندرد سكستي مينوس شفت تان يديني الانسر طيب هو بس مين التان سيتا التان سيتا هي عبار عن Y over X يعني 4 over 4 يعني 1 طيب ما هي موقس سيتا بلونج للفورس كواد يبقى السيتا ايكول شفت تان 1 over 1 شفت تان كام 1 اللي هي تلعب بكام بفورتي فايف يا مسر طيب انت ما جيبتش الماجنيتيود بتاع الار لا نجيبه الماجنيتيود بتاع الار هي بقى سكول روت اللي هو X بار 2 لا قدتني 4 روت 2 نيوتن طيب الديريكشن كده بتاع سيتا هو عبارة عن ايه in the direction makes with measure of measure 45 with O X يبعمل الديريكشن بتاعها يبعمل 45 مع O X وكده يبقى اللي امتحانة الرابع انتهى معنا ان شاء الله بذن اللي امتحانات كلها تبقى موجودة الفترة دي يعني بالطول ما احنا قاعدين كده انت انا اعتبر معاك اعتبرني online النهارده وبكرة اللي هو الجمعة والسبت ايه حاجة وقف اصدك اكتبها في الكومنتز اي امتحان عايز منه الحاجة الفلانية اكتبه في الكومنتز وان شاء الله بذن الله رب نكرم ونحل لأكبر قدر ممكن من الامتحانات اشوفكم على خير ان شاء الله بذن الله في الامتحان الخامس ينزلوكوا بعد ده على طول ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة